أنا ممكن أسألك سؤال يعني في الضوات الشريف مثلا راح نادي الزمالك مثلا حمد شريف إيه؟ راح نادي الزمالك مثلا قابلتي في المنتخب مثلا أفشل مش هسلم عليها؟ لا طبعا فاهم حاجة؟ لا طبعا موضوع عادي جدا بصلا أنا بشوفها موضوع عادي عادي جدا طبعا ملوش علاقة بين الله ده قرارك وده أنا نادي خطرته خلاص فاهم لكن أنا علاقتي مثلا بالشخص ده زي ما هي مش علاقة ملعب ولا علاقة ده الحقيقة رمضان صاحبين؟ أه أه في الأهل في الأهل فترة صغيرة فترة صغيرة وعندما راح براميد سلمت عليه؟ لما راح براميد أه لأ كنت في أمبي أنا حضرته قبلها روحت أمبي عارق لا وبعدها بقى في إيه؟ أه لا؟ والله لا لما رجعت مش المرجعات الأهل تاني؟ ما كانش موجود والله ما حضرتش رمضان في أي مطش مع براميد؟ قبل كده قبل لا أنت قصدك ضده لما هو راح براميد لا لما كنت بشوفه سلم عليه عادي سلم عادي أنا بحسب في الأهل يوه ماشي ده اللي إحنا بنقوله الناس المنظورة عادية جده كلنا كلنا بنسلم وإكرامي وفاتحي كلنا كلنا بنسلم عليهم لما بنشوفهم على فكرة رمضان محتاج نادي الزمالك؟ مش عادي موجة نظرك يعني كرمضان أنت لعيب شو لعيب جماهيري شوية ينجح في نادي الزمالك الدعم الجماهيري ينجح مع رمضان؟ بس هو العيب كبير طبعا وهو نجح في النادي الأهلي فهو أكيد الجماهير يعني هو مش هيتأثر بالضغط الجماهيري لأنه هو نجح في النادي الأهلي فحواري للروح النادي الزمالك دي ما بتعطي طيب استقبلت إزاي عدم اندمامك لمنتخب مصر؟ بس أنا كان نفسي طبعا أي العيب كان نفسي أنا حاس أنت مش فارع معاك؟ ولا أنا حساسي غرار؟ لا خالص والله يعني أي العيب بيبقى بيبقى نفسه يروح طبعا منتخب مصر بالذات بالذات البطولات اللي زي كده الكبيرة دي بتفري طبعا في تاريخك واللي انت بتشارك حتى وديقة واحدة بتفري معاك جدا إزا عيلتي طبعا ده طبيعي بس ما كانش فيه نصيب هتعمل ايه؟ مع ربنا مش رايد فهم؟ طب يعني قبلها ما كانش فيه أي دلالات تقول ان انت مش موجود؟ يعني ما كانش فيه تواصل من المنتخب معاك؟ لا ممكن أنا كنت حاسس اللي أنا هبقى موجود انت حاسس ان انت هتبقى موجود؟ كنت حاسس كده لان أنا كنت يمكن المعسكرات اللي فاتت كنت موجود فحاسيت ان أنا يعني أعطاك دلانا هبقى موجود بس ما حصلش نصيب يعني فهم؟ طب شايف منتخبنا يوصل لفين ان شاء الله بإذن الله في البطولة؟ طب يمكن انت ممكن احنا المآخر البطولة وصلنا نهائي فأنا بأعتقد ان احنا بقنا أجهز وأحسن من البطولة اللي فاتت كمان يعني وبحس ان احنا يعني المنتخبات دلوقتي مش زي المنتخبات قبل كده حس اللي هم أقلوا شوية الموضوع بدأ يعني مثلا مش دي جزائر بتاع 3-4 سنين نا بس المغرب علية ماشي انت ممكن سنغال زي ما هي انت كان قبل كده كان فيه خمس ست منتخبات جامدين دلوقتي ممكن تلاقي واحد أو اتنين جامدين معاك فالموضوع يعني ممكن ممكن ان شاء الله ان يوصل لحاجة كويسة في البطولة وناخد البطولة ان شاء الله يعني طيب شريف أصعب أوقات شريف اللي مر بيها؟ بصو انا عندي مشكلة ايه؟ ايه ماتشة خرج ما جيبش فيه جون والله الجنن هموت ما بنامش لا يا رجل بجد والله الموضوع ده بالنسبة اه مستخل بالك التوفيق ده بتاع ربنا انا فاهم برجع اقول برجع اقول الحمد لله وكل عاجب اسم انت عارف طبعا الانسان ضعيف انا حتى لو ماتش عادي على فكرة مش شرط يبقى ماتش كبير طب الصورة دي تفتكرها؟ اش عايز افتكرها ليه؟ اه؟ اه المواكف كان صعب مواكف كان صعب اوي مواكف كان صعب اوي خبالك انت بتقولي اصنافه اصعب مواكف في حياتك؟ طبعا طبعا انت بتقول انت اه يا شريف ما قالش انت صعبان لكن عمري ما حد يحس بمواكف غير صعب المواكف مواكف ده كان فعلا كان واحش اولا اه ايه اللي حصل في الكواليز بقى انا امكين انا نزلت مكملش عشر دايق لقيت نفسي بغير فتلعت يعني ما انا قلتلك انا منطبعي ما بغلطش يعني انا لو حد غيري اعتقد كان ممكن يغلط ولا بس كنت طبعا عشان اعد الماتشو كده بس بصراحة ما تكلمتش خالص اصلا بس كنت كتم جوايا وكان ابا بيكلمني ووالدي بيكلمني الموضوع كان بالنسبة لي كان صعب سوعة اتزارلك كروش تقريب اه اتزارلي بس يعني اعتزار غير مقبول ما كنتش نزلت اللي نزلت اللي انا مسامح مسامح كريم يعني بس انت ممكن ما تنزلنيش احسن طب لما شفت اللوحة كده تخضيت طبعا استغرق بعدين بعدين في حاجة بقى ان انت اصلا الفترة اللي انت قابل فيها ما يحصل تغيير ده انت كنت جامد جدا وماشي كويس جدا في فرقتك ووحك اقول لها العاجة انا في اول ماتش لعبت ومعاجبت جونين استبعت من معسكر اللي استبعت بعدينها بربعة عشر ساعة كان فيه معسكر كده اسبوع وبعدينها فيه طولة او معرفش فيه تجمع تاني يعني بعد الماتش ده بنلعب النهارده بعد الماتش ده فيه لستة لقيت نفسي بره اللستة ولسه جاب جونيني النهارده مع كروشي طب انا عايز تعليق من محمد شريف على اللقطة دي وخلي بالك بص اللعبة برضو انتم السهلين يا ولادي بصوا عمر كمال بيبصروا ازاي وحالي جابري بيبص ازاي